العذراء حبايبي بنات العذراء اللي كتير أنا بحترمهم بحترم صبرهم وطموحهم اللي ما إله حدود صحيح بنات العذراء بيني وبينكم بس ما تقولوا لحدا صحيح إنهم كتير يعني خلينا نقول بيعطوا فكرة خاطئة أو مش مية بالمية عن حالهم وهم قصدين هذا الإشي يعني بتلاقيهم من بتلاقيهم من الناس اللي جواتهم غير براتهم وهذا الشي مش عيد بالعكس بنت العذراء وشاب العذراء بيوهموا أو بيحاولوا يوهموا اللي حواليهم إنهم كتير أقوية مهما كانت الصعوبات عندهم فهم ببينوا إنهم كتير أوكي والأمور تمام ليش لأنهم في ذاتهم في داخلهم إنه كل الأمور إلها حل ويعني كل إشي مش منيح بيلحقوا إشي منيح فهذا أحلى شي في برج العذراء بنات برج العذراء مختلفين شوي عن شباب العذراء الشباب يكتير خلينا نقول مش روتينيين لا بس بيحبوا الاستقرار بشكل عام على جميع الأصيدة بيحبوا الروتين بنات العذراء لا بتلاقيهم شوي كشو بدأقول يعني مش مجنونة بنت العذراء بس بتحب أحيانا هيك تنجن بكل دلعب كل حلاوة وهذا اللي بيحبب الشباب في بنت برج العذراء طبعا هنحكي عن الفترة الماضية والثلاث أشهر الجايين فيارب إنه تزبط هاي القراءة معاكم كلكم حبايبي برج العذراء اللي قلوبهم كتير كتير طيبة وهما كتير قراب من القلب صديقاتي برج العذراء وكمان من الشباب من الناس اللي أنا أحيانا بلتهي لأنه في عندي كتير بيكون شغل وأمور بدي أخلصها فبلتهي ما بلاقي إلا هم يعني عم بيرنوا عم لأ بسبو كمان يعني إنه ليه ما عم تسألي عنا ليه ما فكتير طيبين وكتير يعني صادقين في صداقاتهم بتكون طويلة الأمد صداقاتهم وعلاقاتهم العاطفية هذا أحلى شيء أنا بحبه في برج العذراء وعمليا كتير ناجح وكتير بكافح حتى لو بلش من الصفر ووصل للعشرة عادي جدا إذا خسر عادي جدا وفي كل لياقة وبكل حياة بكل يعني شو بحكوها بكل روح رياضية ممكن يعيدوا من الأول وعادي والأمور تمام عندهم وهاي سبب قوتهم وصلابتهم بالفترة الماضية شهر أربعة شهر أربعة كان فيه تقريبا أو شهر ثلاث ثلاث أربعة هذا اللي أمبين إنه كان فيه جرح كبير عند برج العذراء ويمكن هذا الجرح كان موجود من البداية لكن يعني كبر كتير بشهر أربعة وبشهر خمسة صار فيه عندهم تشاؤم كامل من العلاقات العاطفية من الناس اللي قئ يعني من أقل الناس اللي صار فيه عندهم انفصال أو حتى في الحياة بيصير عندهم انفصال اللي هو طلاق لو كان فيه زواج الناس المتزوجين هم العذراء لأنه ما بيحبوا يتخلوا بسهولة حتى لو كان الطرف الآخر هو سيء فهم بيظلهم مستحملينه بيظلهم مع أنه كذا فرصة بيلاقوا حواليهم يعني هم من الناس الجدابين جدا برج العذراء الأنيقين بفكرهم في مظهرهم وجوهرهم هم برج العذراء من أحلى الأبراج لكن أحيانا اللي بيصير أنه من كتر حبهم في الطرف الآخر والتضحيات اللي بيصير بيصير أنه الطرف الآخر بتملكهم فخلص بيكون عندهم تحصيل حاصل أنه برج العذراء خلص ما حيتخلى عني وهذا الأشياء جماعة العذراء بدكم تحاول تغيروه فيكم طبعا ما بقول عن الكل لكن خلينا نحكي 60-70% منهم وحتى الناس اللي حوالي يعني بتنطبق عليهم هاي الأمور تماما عندي صديقة برج العذراء يعني زوجها أبدا ممنح معها عم بتروح على شغلها هو ترك شغله عم تصرف عليه هذا الشي مش عيب أبدا أنا ما عم بقول أنه ما نوقف مع الطرف الثاني لكن هو سيء أساسا معاها هو عم يعمل علاقات تانية مع بنات تانين خارج هذا الزواج لكن هي بتعرف وبتظلها بتهدستمر بهذا الموضوع فأنا دائما يعني ضدها في هذا الشيء دائما بنبهها وبحكي لها النصائح اللي يعني من قلبي والله بتكون طالعة برج العذراء بدك توقف تضحيات علشان تبلش حياتك حياتك حظك حلو كتير 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 فترة الجاي في فرص كتير ما ترجع للقديم القديم كتير سيء بالنسبة إلى قومة من الطاقة السلبية اللي ممكن تكون متواجدة في شخص هو الشخص اللي كان معك لذلك إذا لسه ما بعدت عنه أنا بنصحك تبعد عن هذا الشخص لأنه بمثابة صمد في حياتك حتى في شغلك عم يتدخل عفكره هاي العلاقة السيئة الطاقة السلبية أثرت حتى مش بس بالعاطفة هو أثر عليك في عملك وانت من الناس اللي عندك العمل نمبر 2 طبعا على حساب أنه العاطفة نمبر 1 عند العذراء لأنه من الناس اللي كتير رومانسيين وكتير وبيحبوا حالة الحب نفسها يعني برج العذراء حتى لو ما كان عنده حبيب هو بحب يحسس حاله أو بحب حالة الحب نفسها لذلك حتى لو ضحوا كرمال هذا الشخص أحيانا بيكون مش حبا فيه مش لأنه هم مش قادرين يعيشوا بلا لا بس لأنهم هم ناس كتير طيبين ورومانسيين وبيحبوا حالة الحب ما بيحبوا يطلعوا منها ما بحبوا يكون لحالهم على الصعيد العاطفي بيحب دائما أنه يتدلع هيك برج العذراء ويدلع وشاطرين يعني هم أكتر ناس شاطرين في الحب أو إعطاء الحب للطرف الثاني نصيحة كمان مرة بقولها بقولها لكم أنه اتخففوا شوي حلوة تضحية كرمال الطرف الآخر كتير حلو لكن هذا الإشي لازم أنت كمان تاخد تضحية وانت لازم كمان تاخد حب واهتمام وكله إلا الخيانة يا جماعة الخير بنت العذراء ما تضلك مع شخصي خونك كتير تكررت معاي بالقراءات الخاصة يلي عم يبعتولي أنه بقولوا لأ أنا بدي أضلي معه طب ليش بديك تضلي معه أنت في فرص كتير بالفترة الجاي في كتير فرص وسعادة إذا أنت تركتي هذا الشخص شوفوا هذا البطاقتين فوق بعض شرط يعني شرط إذا تركتي هذا الشخص أنت في سعادة كبيرة بالفترة الجاي لأنه حتلاقي شخص بناسبك تماما وبقدر الحب اللي أنت عم تعطيه فلذلك أنا بقولك ارتاحي وريحي أمورك في شخص عم براقبك من بعيد لكن هو حاسس أنه في بحياتك شخص أنا عم بقول للعزاب في شخص بحياتك لذلك هو مباحث شوي هاي الفترة لكن بمجرد أنه يلاقيك أنت وحيدة أو خلص بدون علاقات يتقدم لك هذا الشخص وعلى فكرة قلبه كتير صافي ويمكن يكون غني ممكن يكون غني لدرجة كبيرة عفكرة وهذا الشي حلو كمان إن شاء الله تعني وقلبه صافي فشو بدك أحلى من هيك؟ هذا بالنسبة للعاطفة بالنسبة للعمل نجاحات كبيرة بالنسبة للعمل وفي حلم أو في فكرة مشروع كزا كنت كتير حابة إنك تعمليه وعم بتأخر أنا داما بحكي للبنات بس يا شباب ما تزعلوا مني لأنه أغلب القراءات الخاصة بنات بتكون عندي فمتعودة إنه أحكي بصيغة إنه للبنت بس أنا أصطي للشاب والبنت من برج العذراء طبعا في كان عندك برج العذراء في كان عندك فكرة مشروع نواة بس أنت واقف يعني بدك تقدم خطوة؟ لا بدي أتراجع أنا بقول لك اقدم على هاي الخطوة لأنه حتكون ناجحة إلك ومنيحة لإلك مية بالمية وحا يعني حتكون في مكان حتلاقي حالك في مكان تاني في وفرة مالية كبيرة بين بالأوراق لذلك بلش هاي الفكرة ابعد عن هذا الشخص اتطلع حواليك منيح اهتم بكل اللي حواليك ما تطنش أبدا ولا أي تفصيلة الشخص الحلو اللي عم نحكي عنه ياللي قلبي طيب ياللي معه فلوس كتير هو جاي بالطريق فأنت رح تكون ماسكه بأيديك ورجليك وهاي نصيحتي إلك مش عشان الفلوس مش عشانه غنيل لأ طبعا بس لأنه قلبه صافي وحيعطيك الحب يلي انت بتستاهله طبعا برج العذرة استنوني بقراءة تفصيلية لأنه هاي قراءة عام ميلة ثلاث أشهر ما معقول انه تكون يعني تمشي معاكم مية بالمية استنوني بالفيديوهات التفصيلية شهرية أو أسبوعية على حسب الفضاوة طبعا أو بشكوركم ترجمة نانسي قنقر شكرا